أرتيك، أهلا وسهلا فيكم من أصدقائب حجدي ومعكم عمارة أبو كورا والنظارة حالية التي ترونها هي نظارة Microsoft HoloLens 2 التي تم إطلاقها تقريبا من سبع سنين التي سعرها نفس سعر Vision Pro وفعليا إذا نتطلع على نفس استخدامات سيكونوا نفس نفس استخدامات النظارتين فلذلك خلانا نتطلع بالضبط كيف تم إطلاقها النظارة هاي وين وصلت وهل يعترى Vision Pro من Apple قدت عليها؟ خلانا نتعرف سوية تم بهالفيديو موسيقى بالفيديو الماضي حكينا أنه Apple Vision Pro ستعتبر نقلة نوعية به عالم الافتراضي من وضع النظارات العالم الافتراضي وعالم المفضلات ولكن الفكرة الأساسية التي خطرت لبالي كوني أنا أستخدم HoloLens بشغلي كثير فاتذكرت أن مايكروسوفت عملت تقريبا نفس الحركة وأول ما أطلقت النظارة كمان ما كان في تجربة حقيقية لإلها خلانا نتطلع على الفيديو مايكروسوفت أطلقت فيه الهولولينس 2 أو فيديو الدعائي يعني ونتطلع كمان نقارنه بالفيديو يلي أبل حكيت عنه وحكي لكم عن تجربتي وكيف فعلا الفيديو هو عبارة عن عرض سينمائي لا أكثر ولا أقل طبعا هنحكي شو أهم الميزات أو شو أهم الأمور يلي بتميز الهولولينس 2 وليش أنا بعتبر أنه أبل لح تصحق الهولولينس 2 لو أنه فعلا نشحت بالإطلاق تبعها بالفيديو خلانا تطلع سويا أول شي على الهولولينس بشكل سريع أنا هون لح أتخطر جزء كبير من المواصفات أو طريقة البناء الداخلية وبدي يركز على التجربة بحد ذاتها شوفوا معي التجربة قديشها سموث كيف الأمور فلوتد واضحة ويعني شي مرعب جدا نفس الشعور يلي لما شفت البيجن برو عم تنعرض نفس الشعور لما شفت هذا الفيديو أول ما تعرفت على الهولولينس قلت هاي نظارة جاي من الخيال يعني خلص هاي المستقبل طرجوا معي كيف شوف 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 بحركة واحدة رفعت الـ 3D Objects عم تزيحون يمين عم تزيحون يسار هذا الكلام عبارة عن يعني أنا بسميه هرتقة تقنية مرعبة جدا ليش لأنه إذا بطلع على هلا مقطع صغير من الفيديو يلي أنا فعاليا عم بستخدم النظارة فيه اطلعوا كيف أول الشي التراكينج تبع الإيدين إذا مول عدسات محطوطة يعني هون بالهولولينز العدسات موجودة بهذا المكان وهي دا واحدة من أهم الفروقات عن الفيديو فأنا النظارة إذا أنا حاطتها هيك إذا ما كانوا إيدي بمدى العدسة فما بتشوفهم ما بتعملون التراكينج هلا كمان حنحكي شو شو يعني هذا الكلام الفيديو اللي هلا عم نشوفه قدامنا هو عبارة عن تجربة فعالية للنظارة لشوية ما هو شيء فعلي يعني بس مثل ما يكون شايفين قدامي عم بستخدم أبليكيشن هيك بيرسم لي أمور بس ولكن الكنترول الحساسية للإيد شيء مزعج ما هو شيء سموث حتى الأوبجيكس ونحن أنا شايفها قدامي ما بحثها شيء ريل ما بحثها شيء حقيقي حتى لما حاولت أفتح المتصفح كمان نفس الشيء نفس الشعور ما عم بحكي إنه الهولولنس شيء سيء بالعكس في إلها تطبيقات رائعة جدا 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 وخصوصي في مجال التراينينج أو في مجال الأعمال إلها تطبيقات ممتازة وأعتقد إنه الفيجن برو ستكون موجهة لهيك أمور أكثر ما تكون موجهة للاستخدام المنزلي كمان خلا نرجع نشوف الفيجن برو كيف الحكى عنا ننتقل للمنتصف مباشرة بالفيديو لأنه طويل شوي تسعة دقائق فعليا بس شوفوا الشاشة قديشها صافية وكأنه فعليا هي شاشة حقيقية خلا ننتقل شوي لأدام ونشوف التفاعل معي شوفوا التفاعل يعني الآيكون بتحسها شيء فعليا موجود أمور مرعبة ولكن الشي اللي بدي ركز عليه هو شوفوا شوفوا الحركة وكأنه فعليا يعني شيء بسيط جدا أنا متأكد إنه على التجربة الفعلية هذا الكلام سيكون مختلف إذا قبل حسنا تجيب نفس هاي التجربة فهي ختمة العلم بمجال الهولولينز والتراكي اللي بيفرق بين الهولولينز وبين الفيجن وبين الفيجن برو كمية الكاميرات والحساسات اللي موجودة فيها هون الكاميرات والحساسات موجودين بالطوقة العلوية بينها بالفيجن بتلاحظ إنه موجودين بالطبقة السفلية في عندهم الحساسات وإنفراريد لحتى تعمل تراكينج ليدين فأنت إيدك حتى لو هنها تضيلي مثلا على حضنك أو مثلا على الكيبورد على سبيل المثال فالعدسة قادرة تشوفهم وقادرة تعمل التراكينج بشكل أفضل بكتير هذا برأي أهم الأسباب يلي ممكن يخلي الفيجن برو تتفوق بشكل مرعب جدا جدا على الهولولينز خليشوف كمان شوية تطبيقات لها مثل ما عم نشوف قدامنا بكل بساطة بمكانك أن تكون متسطح حولت السقف تبعها لفيديو أو الصورة وكأنها صارت موجودة بعالم آخر كمان هون هذا الكلام ما بعرف قديش هيكون فعليا صحيح طبعا كمان هون عم نحكي عن فرق بالبطارية بين ساعتين بالهولينز وأربع ساعات بالفيجن برو بناء على الشي اللي تم الإعلان عنه فما منعرف بالضبط هل هذا الكلام صحيح ولا لا عم بيحضر موفي الشخص بشكل كتير بسيط شوف شوف حركة الإيدين هون أنا هاي النقطة كتير مهمة لأن هذا الكلام حركة الإيد اليوم مستحيل تقدر تعملها بالهولولينز كرمال هيك أنا قلت إنه لو أبل حسنة تعمل هذا الكلام بمثل ما عم يشوفه قدامنا سيكون نقلة نوعية جدا 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 طبعا إضافة إلى أنه أبل عندها 4K لكل عين الشاشات اللي موجودين داخليهم فعليا هون إذا تطلع هون بكل بكل عين في شاشة منفصلة هاي النظارة تعطيك ما بتعطيك نهاية بمعنى آخر انت شايف قدامك المنزل طبعك على سبيل المثال وعم تحط أبجيكس مثل ما عم نشوفهم ولكن ما بإمكانها تعزلك عن محيطك بشكل كامل أبدا لأنه ما مسكرة كلاياتها وما في عندك أي طريقة لتتحكم بالعزل اللهم أصلى عنه بي العدسات اللي موجودة هون بحيث أنه ما يمرؤوا الصورة اللي جاية من برا بينما في أبل الوضوع مختلف انت بتعزل حالك تماما على العالم الخارجي بتحسن تقلب بين الـ بإمكانك تخليها موضوع ما عندك أي مشكلة بهذا الوضوع وهي نقطة كثير مهمة بهالخصوص مثل ما كنت عم بحكي العدسات اللي موجودة في أبل 4K لكل عين وبالتالي انت عم تاخد دقة أعلى جدا وبالتالي أنا بتوقع حيكون العرض قدامك شيء شيء جميل أكتر مقارنة بهون ما بتحسن بهالوضوحي وكأنهم أبجكت حقيقي زائد موضوع الصوت الصوت هون رديء إلى أبعد الحدود الـ بينما أبل عم تدعي انه السبيكرات اللي موجودين على السماعة نفسها فيهم نظام محيطي بيعطوك الصوت بشكل محيطي وهذا شيء ممتاز جدا جدا بيخليك تنغمس أكتر النقطة المهمة هون جدا هي موضوع الاستمرارية ودعم المنتج بحد ذاته هولا لين ستو قدم إطلاقها من سبع سنين من سنة لليوم ما فيه ولا تطبيق أو تضياء تطبيق اثنين اللي زادوا على الستور الخاص فيها موضوع التوافقية مع الويندوز كان مفروض أن يكون هناك توافقية عالية مع الويندوز بحيث أنه تسحب من الويندوز مثل ما يفرجونا بالفيجين برو مع الماك ولكن مايكروسوفت ما حسنا تتمش بهذا المجال للأسف الشديد أبل شاطرة بهذا الكلام أبل شاطرة بأنه تخلي كل البرودكس تبعها إيكو سيستم واحد ويدعموا مع بعض ويصير في بيناتهم شيرينج ويصير في بيناتهم تعاون ويصير في بيناتهم تأخذ فايل من هون وترجع تزدته هون من على الآيباد للآيفون للتيفي هذا الكلام أبل شاطرة فيه جدا فإذا اللعب على هذا الموضوع الإيكو سيستم كاملا فهي نقطة كثير مهمة هتكون زائد هذا الكلام سيشجع المطورين لحتى يعملوا تطبيقات للفيجين برو والأهم من ذلك إنه إذا مكرر طلع في عنا إنه والله تطبيقات اللي شغالة على الماك أو تطبيقات اللي شغالة على الآيباد هتشتغل على الفيجين برو بشكل ديفولت بدون أي مشاكل فهذا الكلام سيكون نقلة نوعية كبيرة طبعا نرجع لموضوع السعر اليوم الفيجين برو الهولوليمز حقاها بالتالات خلسمية على الوراء الفيجين برو أفضل بكثير من الهولوليمز ولكن على الحقيقة السن الجاي اللي بيبين معنا بالضبط هل يا ترى لحيكون عبارة عن هالإعلان كل يأتوا عبارة عن هرتقة تقنية ولا حيعيدوا نفس الشي اللي عملوا لما أطلقوا الايفون وفعلا كان بداية مسيرة وبداية لحتى الشركات كلها تتحتذي بهذا الكلام صراحة أنا متشوق كثير لحتى جرب هالنبارة هاي السن القادمة ما بارزو حيزو حلي ولا لا بس ولكن متشوق لها كثير لأن الميزات اللي شفتها فيها شيء فعلا من الخيال وحيكون شيء الشركات التانية رح تتبعوه بشكل مباشر هاته كانت كتشيا فيديو اليوم كان معقران عمارة بخورة بشفكم فيديو جديد سلامت موسيقى